اشتركوا في القناة القمر موجود بالعذراء في منزلة العواء وهي منزلة ممتازة للربح والحرية والزواج وحكينا ان تأثير القمر لما بكون موجود بالعذراء على جميع الابراج بنعود الان لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي ولا شاردي دون تفحصها بنجد انه عنصر التنظيم هو عملنا وبيلعب دور هام في حياتنا بنشعر انه الناس شحيحون في عطاهم المادي والعاطفي ممكن نتفقد انفسنا ونتوهم امراض ما لها اي وجود في هاي الفترة هاي افضل فترة للتخلص من عادات سيئة زي التدخين او شرب الكحول موسعنا اقتناء حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد اما بالنسبة للزوائل الفلكية فاول زاوية فلكية رح تكون هي زاوية تثليت ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة خمسة وثمنتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني بعد الحلقة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها او ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليت ايجابية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 11.37 دقيقة مساء منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة لاخر زاوية رح تكون معنا خلال هذا النهار هي زاوية تثليت برضو ايجابية رح تكون بين القمر والشمس في تمام الساعة 3.39 دقيقة صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا القمر بما انه في العذراء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 4.5 رح يكون في تمام الساعة 2.24 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 7.9 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها القمر لا برج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر القمر الان المحدب 10 ايام في تمام الساعة 9.38 دقيقة صباحا بصغير عمر 11 يوم نسبة الاضاءة بتكون 75% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى 20.5 المزاج سعيد القمر في العذراء حتى 4.5 المزاج ممتزج عطارد في الثور حتى يوم 11.5 المزاج ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى 13.5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد المريخ في الدلو حتى 13.5 مزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14.5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج منتحس زحل في الدلو حتى 11.5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج منتحس أورانوس في الثور حتى 15 ثماني وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للقمر بما أنه في البيت السادس معناته بيتراكم اليوم عندكم العمل أكثر من المعتاد ابتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاول إيجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة لتصل للاتفاق اللي أنت بالدكية ابحث عن حليف أو دعم وتجنب الإساءة إلى الأصدقاء وخصوصا للشركاء حاذر من التراجع الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه اليوم الأمور تقريبا بكون فيه نوع من أنواع التقلب على المستوى المزاجي فعشان هيك بتشعر في بعض الأوقات في نوع من أنواع التوهم أو نوع من أنواع الارتخاء يعني بتحس أنه نفسيتك اليوم مش مرتاحة كثير أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف اليوم ضغط على المستوى المصاريف أو المطالبات المالية أو الاهتمام ببعض الدفعات أو الالتزامات المالية أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت الرابع شيئا ما فيها نوع من أنواع الاستقرار ممكن يكون فيه نوع من أنواع الأشياء الإيجابية أو التقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ولكن برضو أنه في من وقت لآخر ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية أو الاستفزاز ولكن بتقدر تتجاوزها إذا شحنت حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي الأمور متقلبة عندك هذا اليوم فعشان هيك منلاقي أن الطاقة السلبية عندك على المستوى العاطفي عالية وإذا وجدت العاطفة بتنوجد إما أنه بكى على أشخاص غادروك أو أنه تركوك أو عاطف انتهت أو على أشخاص تركوا هاي الحياة المهم أنه بصير فيه تقلب على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا الأمور فيها نوع من أنواع الحدية على مستوى الشراكي وخصوصا في ساعات الظهر ممكن تحتد أو تعصب من موقف معين وممكن يصير فيه شيء يعني يزعجك ولكن إجمالا الأمور روتينية أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه روتيني تماما على مستوى الأموال المشتركة فما فيه إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك بتتعامل أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايفه إيجابي وبيدعمك بقوة ممكن اليوم يعني تحقق بعض الإنجازات أو بعض الأشياء اللي لها علاقة إما بأمور تتعلق بالسفر أو دراسة أو أوراق قانونية أو حتى التنقلات والاتصالات البعيدة يعني تقريبا يوم فيه إيجابية عالية أما بالنسبة للبيت العاشر فبرضو روتيني على مستوى بيت الشراكي فاليوم تقدر تنجز الأعمال الضرورية والمهمة ولكن بنصحك أنها تكون بالتعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فشايف الأمور شوي فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى بيت الأصدقاء والمعارف فهذا ممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الحدية بالطباعك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك يمنقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وتهتم بصحتك وبغذاءك وبراحتك برج الثور طبعاً بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم فيهم بيحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون من أفضل أيام الشهر إذا استغليته بشكل إيجابي بتشعر بالطمأنينة والراحة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايفه إيجابي نفسيتك اليوم أحسن مشحون الطاقة إيجابية رغم أنه لو صار أي شيء ممكن أنه يستفزك رح تتجنب الموضوع كأنه ما صار ولا أي شيء فعشان هيك بتشحن حالك بطاقة إيجابية بشكل سريع وممكن أنك تستفيد من هذا اليوم بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي بس في ضغوطات ممكن أنه مصاريف أو بعض المتطلبات المالية أو مشتريات حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك الأمور تقريبا غالب عليها الطابع الروتيني ولكن برضو في عندك قدرة أنت على النقاش وعلى الحركة ورغبة بالاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع في نوع من أنواع الحدية ممكن تكون على مستوى البيت أو أحد أفراد البيت أو بعض الأعطال أو صياني أو بعض الترتيبات أو النشاطات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس روتيني ما في أي شيء على مستوى العمل يعني حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وتهتم بصحتك أما بالنسبة للبيت السابع ممكن يصدر بعض الخلافات أو الحدية من الشريك اللي ممكن شوي يوترك ولكن عندك قدرة على أنك تتجاوز هذه المرحلة وأنك أنت تقلب الوضع لصالحك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط على مستوى المصاريف رغم أنه في مجال لتحصيل بعض الأموال أو أنك تجتهد في مجال أنك أنت تطلب ديون إلك أو حتى قرض أو مساعدة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل قانونية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات كلها بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فشايف أن الأوضاع إيجابية بتقدر تتعاون مع بعض الزملاء في إنجاز بعض المهام أو المعاملات أو بعض الأعمال المطلوبة منك أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فشوي الأمور فيها نوع من أنواع الضغط ممكن أن تتوتر بسبب علاقة ما أو بسبب ظرف معين بصير مع أحد الأصدقاء شوي ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإنزعج أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور تقريبا روتينية ولكن في ساعات الظهر ممكن أنك شوي تشعر ببعض التوعق أو التعب حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتأخذ قصد كافية من الراحة وحاول تهتم بغذاءك وراحتك برج الجوزاء طبعا اليوم كل الاهتمامات على مستوى البيت والعائلة والعقارات بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتشعر ببعض الحزن أو التعب بتبحث عن ملاذ آمن أهم شيء يعني لا تنتقد أقرب الناس لا إلك ممكن تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط أو الأمور الطارئة أما بالنسبة للبيت الأول فشخصيتك اليوم زي ما حكينا فيها نوع من أنواع التقلب اليوم فعشان هيك بتحس بنوع من أنواع الحدية أو التوتر أو العصبية أو ممكن الإنزعاج من تصرف معين أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية فاليوم تقدر ترتب بعض الأمور المالية بشكل جيد ولكن بدك تدير بالك من المصاريف أو الرغبة اللي بتكون عالية جدا عندك بالصرف والمشترة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وحتى على مستوى الامتحانات بدعمك بشكل قوي وبرضو في نفس اللحظة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس جيد على المستوى العاطفي لغاية ساعات الظهر ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع التواصل مع حبيب أو طمأنان عليه أو أنه الرغبة بالتواصل معه أما بعد ساعات الظهر بصير الأمر روتيني لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه الأعمال ممكن تتراكم عندك اليوم بسبب انشغال مخك في مواضيع كثيرة لا تشتت حالك وحاول أنك تنجز الأعمال المهمة والضرورية وحاول أنك أنت تتعاون أنت وبعض الأصدقاء أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة يعني شوي ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو ضغط معين يسبب لك نوع من أنواع النفور إما أنه الشريك بعاندك أو أنت ممكن تختلق مشكلة حاول أنك تتجنب المشاكل والانتقاد خصوصا مع الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فشايفه جيد على مستوى الأموال برضو بساعدك في بعض المسائل المالية اللي ممكن تكون قروض أو ممكن تكون مساعدات أو مؤسسات حكومية إلها علاقة زي بنك أو مؤسسة زي تأمين أو ضريبة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو بعض المعاملات اللي تطلب منك توقيع مثل سفر معاملة سفر أو معاملة هجرة أو معاملة إلها علاقة في الامتحانات أو الدراسات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغط عليك على مستوى العمل فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض العمل أو تنشغله في بعض المسائل تشتت حالك بشكل كبير حاول أنك ما تتأخر عن دوامك وما تدخل بجدالات مع زميلك بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيضغطك على مستوى بيت الأصدقاء اللي بسببنا كله من أنواع النفور اللي ممكن تكون ما بينك وبين صديق أو بين معرفة وممكن تكون هاي الشغلة قلق عليه أو ممكن أنه هو بمر في ظرفه وأنت مش عارف كيف دخ تساعده أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور يعني جيدة أو روتينية تقريبا ولكن في ساعات الظهر ممكن تشعر ببعض التعب أو أنها بتتزامن عندك أو بتتراكم الأعمال لدرجة أنه بتحاول تنجز بس الضروري منها حاول أنك تنتبه لغذائك وراحتك وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة برج السرطان طبعا اليوم بتكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر والتنقلات داخل المدن لا تدخلوا في نقاشات حدي مع أخ أو جار بسجل لقاء مهم هذا اليوم أو اتصال مفيد بتجري نوع من أنواع البحث أو المفاوضات بتكون ناجحة بتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو الفترة المقبلة يعني بكرة أما بالنسبة للبيت الأول فأنت مشحون بطاقة عالية جدا اليوم نفسيتك أحسن ومرتاح أكثر بتقدر تنجز كثير من المهام وبتقدر تهتم بشحن شخصيتك أو نفسيتك بطاقة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية بتوفر بعض الفرص المالية لبعض موليد برج السرطان يا بتيجي من عمل إضافي يا إما مستردات أو مستحقات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع جيد على مستوى البيت يعني فيه نوع من أنواع الهدوء النسبي ممكن يصير اليوم فيه نوع من أنواع إما التقابل أو لقاء عائلي أو اجتماع عائلي أو نقاش ولكن الأمور كلها بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس يعني تقريبا بنقدر نحكي الأمور جيدة وممتازة عن المستوى العاطفي لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بتصير الأمور روتينية أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني تماما عن مستوى العمل فعشان هيك اليوم نشاطك عن مستوى العمل على حسب طبيعتك وحاول تنتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهو متقلب خلال هذا النهار على مستوى العلاقة مع الشريك فممكن في لحظات تبقى إيجابية لحظات تحتد لحظات تتعصب لحظات تتصالحه يعني فيه أكثر من مزاج ممكن يطرأ خلال هذا النهار عليك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما على مستوى الأموال المشتركة بالنسبة للبيت التاسع فيه نوع من أنواع الضغط أو العصبية بتسببها إما غياب شخص أو سفر شخص أو بتقلق في أمر شخص بدو يجي من السفر أو أمور إلها علاقة بامتحان إلها علاقة بمعاملة سفر إلها بأوراق قانونية المهم وحدة من هدولة ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإنفعال أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة حاول أنك أنت تنجز العمال الضرورية بالمساعدة أو بمساندة صديق أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبسبب لك نوع من أنواع الضغط على علاقة معينة أو على صديق ممكن يكون إما أنه هو بتدخل في حياتك وانت بتزعل منه أو أنه هو بتعرض لموقف وانت بتحاول تدافع عن حالك أو بتحاول تساعده أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي حاول تنجز الأعمال الضرورية واهتم بصحتك وممكن بعضك يهتم بأمور إلها علاقة بالتغذية أو أمور إلها علاقة بالوجبات الغذائية برج الأسد طبعا اليوم القمر بما أنه في البيت الثاني فعشان هيك بتكو تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقش موضوع مالي أهمش أنك ما تتصرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك كون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على أي عقد أو أي معاملة راجعها بشكل ممتاز وأحاول أنك تحدد أهدافك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي جيد جدا أنت مشحون بطاقة كبيرة خلال هذا النهار ونفسيتك أحسن من الأيام اللي مضت ممكن اليوم يعني تجري بعض التغييرات أو التحسينات أو التزبيطات على مظهرك أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث يعني شوي الأمور روتينية يعني الحركة أو الاتصالات بتكون على الحجم الضيق على الإشاء الضروري والمهم اللي عنده امتحان أو عنده دراسة يحاول يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايفه جيد وبيشحنك بطاقة كبيرة على مستوى البيت وبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن يكون فيه نوع من أنواع اللقاء أو الاجتماع مع بعض أفراد العائلة إليك زمان ما شفتهم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى البيت العاطفي تقريبا جيد فيه نوع من أنواع التواصل العاطفي مع الأحبة أو ممكن الاهتمام في حبيب أو محاولة مساعدة حبيب في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة على مستوى بيت الشراكة بتعزز الطاقات ما بينك وبين الشريك وممكن يكون فيه نوع من أنواع التقارب أو التلاقي على مسألة معينة طبعا جاوزنا عن البيت السادس فبنذكره الآن بالنسبة للبيت السادس شوي حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية حاول أنك تهتم ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وبرضو في المقابل بدك تنتبه لبعض التوععكات الصحية البسيطة اللي ممكن تظهر خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه هو ضاغط على مستوى المصاريف والمتطلبات المالية وهذا شوي ممكن يأرقك أو يأزم الوضع عندك ممكن تهتم ببعض المؤسسات الحكومية أو أمور إلها علاقة بالتأمين أو بالضريبة أو بعض الالتزامات المالية اللي صعب أنك أنت تقدر ترتبها فيهم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بامتحانات أو أوراق قانونية أو حتى أمور إلها علاقة بالنقاشات إما دينية أو فلسفية أو بكون عنده شغف للأمور الدينية كثير أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة وعلى مستوى زملاء العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الضغط أو الاستفزاز من طرف صديق يمكن يوترك أو يعصبك أو فضوله أو تدخله في شؤون حياتك يمكن هو اللي شوي يخليك أنت يا إما تحجم عنه يعني ما تحاول تتصل معاه أو تتجنب التكلم معاه أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة جدا خلال هذا النهار إلا أنه في بعض التقلبات الصحية ممكن تيجي في النهار يعني نوع من الإطراب أو الضغط أو بعض التوتر النفسي ولكن الأمور تقريبا إيجابية تقدر تتجاوزها حاول أنك أنت ترتاح تأخذ قصد كافي من الراحة وبرضو تهتم بشؤون عملك خصوصا المهم برج العذراء بتشعر اليوم بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور أنت اليوم مشحونين بطاقة عالية جدا وخصوصا أن القمر الآن استقر بشكل كامل عندكو في البرج بتكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة ممكن بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة بتجتهد على إنجاح مشروع جديد حماس ووضوح في الأفكار عندك عالي جدا ولكن بدك تدير بالك من التوتر والعصبية في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى المالي شوي الأمور متقلبة ممكن أنها تسبب لك يعني بعض المصاريف لزيادة أو الالتزامات المالية أو الأمور المالية اللي تلفت انتباهك وأنها تكون يعني محط اهتمامك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة على مستوى التواصل والاتصالات صحيح أنه روتيني ولكن أنه برضو العصبية بتطغى عليك فعشان هيك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية أثناء النقاش وما تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور البيتية أو المنزلية فيها نوع من أنواع الضغط الكبير اللي ممكن أنه يهتمام في مساء العقارية أو مشاكل عائلية حاول أنك تهتم في أي علاقة إلها علاقة بالتسويات أو التصليحات أو الترميمات المنزلية بدون ما تفقد أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة جدا اليوم وبالعكس أنت مشحون بطاقة كبيرة عاطفية وفي نوع من أنواع الحضوظ ممكن يساعدك في بعض المسائل ولكن استغله لأنه في الأيام القادمة الحظ شبه رح يتخلى عنك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه رح يتراكم العمل عندك ورح يكون عندك التزامات كثيرة وممكن أنك اليوم يعني ما تقدر تنجز كل الأعمال المطلوبة منك حاول تهتم بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف اليوم متقلب على مستوى بيت الشراكة وهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن أنه ليصير فيه خصام أو يصير فيه نوع من أنواع المشاحنة أو حتى الإضطرابات الداخلية على مستوى البيت ما بينك بين الزوج والزوجة حاول أنك ما تكبر الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور المالية المشتركة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التوتر أو تفقد السيطرة على مسألة معينة إلها علاقة بالوضع المالي وممكن تطلب منك بعض المتطلبات المالية أو المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن أنه تهتم بموضوع العلاقة بالدراسة أو مناقشة معينة يعني بدك تكون مستعد بشكل جيد أما بالنسبة للأوراق القانونية إذا حاولت أنك تنجز أوراق قانونية دير بالك ما تتلاعب ضد القانون لأنه بيت السمعة ضاغط عليك بشكل كبير وهذا بيهدد سمعتك فعشان هيك بنقول لك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين خلال هذا النهار بسبب البيت العاشر أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط عليك بالنسبة لبعض العلاقات أو علاقة معينة أو صداقة ممكن هاي صداقة يعني شوي اتدخلت في حياتك أو في شؤونك زيادة عن اللزوم فأنت اليوم بتحاول تحط حدود معينة لهذا الشخص حاول أنك تمسك أعصابك إذا قدرت أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة يعني بتقدر تنجز العمال الضرورية في منك رح يهتم بشؤون صحية أو ممكن رياضة أو لياقة أو تغذية أو أمور من هاي الأمور وفي منكم رح يخضع اليوم لجلسات من الراحة لطويلة أو النوم أو أشياء من هذا القبيل برج الميزان طبعا القمر بما أنه موجود في بيت المتاعب عندكم معناته بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بيسيطر التعب الشديد عليكم بتفكر في إلغاء المواعيد أو الابتعاد عن الضوضاء احمي نفسك من المحتارين بتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للآمل بدك تحاول أنك تصبر اليوم هاد وبكرة لحديث ما القمر يوصل لعندك يعني اليومين هدولا صعبين لحديث ما يوصل القمر لعندك وبعدين الأمور بتصير جيدة على المستوى النفسي البيت الأول متقلب ما بين إيجابي وسلبي طول اليوم ممكن تشعر ببعض التوتر أو الخوف من مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو يعني على المستوى المالي بضغطك في المصاريف والمشتريات وبس حاول أنك ما تلتزم بأشياء أنت مش بحاجتها يعني خفف من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فعلى مستوى النشاط والحركة والاتصالات فهي روتينية تماما على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيدة على مستوى البيت بتعملك نوع من أنواع التقارب على المستوى العائلي وممكن تنجز بعض الإنجزات البيتية تصليح ترميم مواجبات اهتمامات بالعائلة تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة كلها بتكون ممتازة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط على مستوى الحب والعاطفة وبرضو على مستوى الحضوض منقول لك أوعد حاول أنك تراهن على الحظ خلال هذا النهار على المستوى العاطفي ممكن اليوم تشعر بالحزن أو بالارتباك بسبب مسألة عاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور أنه ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال في ساعات الظهر وما تقدر تنجز كل شيء ولكن دير بالك تدخل بخصام ما بينك وبين زميلك في العمل أو رئيسك في العمل أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا الأمور يعني على طبيعة علاقتك أنت والزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن بعض المسائل المالية المشتركة مثل أمور بنكية أو قروض أو تسوية أو منح ممكن تهتم فيها خلال هذا النهار دير بالك من التوقيع على أي أوراق بدون ما تراجعها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل القانونية اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم يعني يوم إيجابي ويدعمك بقوة أما بالنسبة لبيت السمعة فهو جيد جدا تقدر تدافع عن سمعتك وتحمي حالك خلال هذا النهار وممكن بعضك يتجه باتجاه جيد يعني يدعم من بعض علاقاته أما بالنسبة لبيتك 11 فشايف الأمور ضاغطة على مستوى بيت العلاقات اللي بيسبب لك نوع من أنواع التوتر من علاقة أو من صديق أو من شيء معين في منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لعزومة أما بالنسبة لبيتك 12 يعني شوي الأمور تقريبا يعني مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وممكن تلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة أو عزومة أو لمة أهم إيش إنك ما تبقى وحيد سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة ما بجوز تجنب أخذ قرار خلال هذا النهار لأنه اليوم جيد ودعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الأول شخصيتك اليوم ممتازة حاسس بنوع من أنواع الحيوية أو الطاقة الكبيرة موجودة عندك تقدر اليوم تتحرك بأي اتجاه وتنجز أي شيء مهم أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى المالي ممكن يكون في نوع من أنواع الضغط أو الالتزامات المالية اللي منها ممكن يكون مربك أو ممكن تكون التزامات انت ما تقدر توفي فيها أو مشتريات زيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات وعلى مستوى النقاشات وعلى مستوى الامتحانات كل هاي الأمور بتدعمك بقوة ممكن اليوم تنجز أمور رائعة أما بالنسبة للبيت الرابع ففي نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت ممكن شوي سبب لك نوع من أنواع لإرباك إما أعطال أو صيانة أو اهتمام في بعض المسائل البيتية أو العائلية يعني شوي بتكون ضغطة عليك حاول إنك تتوازن شوي وما ترهق حالك كثير اعمل الأشياء الضرورية بدون ما تعصب أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية عندك يعني تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي وبالعكس عندك قدرة على إنك تتعامل مع الحبيب بعقلانية وبتوازن أما بالنسبة لبيتك السادس شايف الأمور على المستوى العمل برضو يعني والصحة روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن حاول تدير بالك من أي شد عضل ممكن يصير معك في الأكتاف أو منتصف الظهر أو أسفل الظهر أما بالنسبة للبيت السابع فشايف الأمور تقريبا على مستوى الشراكة ممكن يكون في بعض النقاشات أو الالتزامات الكبيرة والمهمة اللي منها ممكن يكون مربك وخصوصا هاي إلها علاقة بالأزواج يعني المتزوجين أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الأموال المشتركة ممكن شوي يكون في نوع من أنواع القلق على مسائل العلاقة بالديون أو القروض أو مثلا جمعيات أو التزامات مالية يعني ترتيب الأوراق المالية هاي شوي ممكن تزعجك أو تأخذ اهتمامك كثير خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بامتحانات أو دراسة معينة أو الاهتمام بمعض الأوراق القانونية أو أمور سفر أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيدة يعني بتشحنك بطاقة إيجابية بيت السمعة بتقدر تحافظ عن سمعتك وبالعكس بتقدر تدعم سمعتك كمان أكثر وعلى مستوى الأعمال بتقدر تنجز بعض الأعمال بمساعدة بعض الأشخاص لإلك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه علاقتك مع الأصدقاء شوي مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت متاعبك يعني الأمور تقريبا يعني ما بنا نحكي ضاغطة كثير ولكن برضو بحذرك من أمور التوعق الصحي حاول أنك توخذ قسط كافي من الراحة وتهتم بصحتك شوي بغذاءك وراحتك هاي أهم نقاط اليوم برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل ما تجازف بسمعتك ولا لا حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي أو الانفعالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر نظم أعمالك عشان تنجزها كاملة أما بالنسبة للبيت الأول يعني إجمالا أنت مشحون بطاقة إيجابية ممكن أن تستغلها بشكل قوي جدا اليوم صحيح أنه في بعض الأشياء اللي بتزعجك ولكن انت جنبتها بتنجز أشياء بشكل كثير كثير رائع أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى المالي في نوع من أنواع الأرق أو القلق على مسألة مالية أو ممكن أنه يكون عندك بعض المصاريف أو المشتريات اللي ممكن تكون عبئ عليك أما بالنسبة للبيت الثالث فعلى مستوى الحركة والنقاشات والامتحانات والأمور اللي إلها علاقة بالتعامل مع المجتمع بولك دير بالك لأنه أنت اليوم متهور وعصبي جدا لدرجة أنه ممكن ترتكب أي خطأ من الأمور اللي إحنا ذكرناها يبل شوي أما بالنسبة للبيت الرابع فشايف الأمور أنا على مستوى البيت ممكن يصير فيه نوع من الضغط عليك أو التزمات كثيرة أو عمل بيت كثير وخصوصا في منتصف النهار هذا شوي ممكن يأرقك فعشان هيك يحاول أنك تنجز الأمور بدون عصبية وانفعال أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار عشان هيك يبتتعامل عاطفيا أنت بطبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس فهي جيدة على مستوى العمل رغم أنه فيه ضغوطات عليك إذا قدرت تنظم أعمالك بدون ما تشتت حالك في أكثر من شغله حاورت برضو تهتم بوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فهو ضاغط تماما خلال هذا النهار بيسبب لك نوع من أنواع الأرق أو القلق أو توتر حاول أنك ما تتجاوب مع العصبية هاي عشان ما تفقد السيطرة أما بالنسبة للبيت الثامن يعني في بعض الالتزامات المالية أو الأمور المالية المشتركة اللي إلها علاقة إما بأوراق قانونية أو بنكية أو معاملات يعني شوي بتأرقك ممكن أنه تتأزم عليك الظروف في منتصف النهار ولكن بعدها الأمور بترجع طبيعية وروتونية بس بدها صبر وتركيز أما بالنسبة للبيت التاسع فهي جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وحتى على مستوى الأمور القانونية وعلى مستوى المعاملات البنكية في منكم ممكن ينشط بمعاملات سفر أو معاملات قانونية أو امتحانات أو دراسة أو نقاشات أو مقابلات كلها بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات حاول أنك تدير بالك على سمعتك وعلى أعمالك يعني ارجع اسمع توقعات من بدايتها أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور برضو فيها نوع من أنواع التوتر مع صديق أو مع علاقة معينة ممكن شويها يتعصبك أو تخليك تفقد السيطرة على حالك حاول أنك تتجنب المواجهات أو المشاحنات بالفترة هاي لأنه أنت بيغنى عنها أما بالنسبة لبيت متاعبك فشوي ممكن يضغطك بالأعمال وممكن يضغطك على الجانب الصحي لكن مش إشي بخوف حاول أنك بس تريح حالك نفسيا تمشي الأمور بشكل جيد برج الجدي طبعا اليوم بالنسبة للكم يوم قوي جدا 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 يعني القمر موجود في البيت التاسع للكم عشان هيك بتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر والاتصالات أهم شيء تكون أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يعطينك أو يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا ما تضيعها عليك وما تضيع الفرص خصوصا على الأمور اللي إلها علاقة بأوراق السفر أو القضايا أو المحاكم أو أي شيء له علاقة بهاي الأبواب أنت مدعوم فيها بقوة من بيتك التاسع أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني تقريبا نفسيا أنت أحسن من الأيام المضت مشحون بطاقة إذا أنت بدك تشحن حالك بطاقة أما إذا أنت بدك تعيش بقلق معناته رح تفوت عليك فرصة النفسية الجيدة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط على المسائل المالية أو المتطلبات المالية أو المصريف حاول أنك ما تصرف في غير مكانه يعني قلل من مصريفك وحاول ما توقع على أوراق قانونية في خلال هذا اليوم يعني يبدو دون ما تدقق بالتفاصيل أما بالنسبة للبيت الثالث فهو تقريبا يعني منقدر نحكي أنه الحدية والعصبية موجودة فيه فعشان هيكي ممكن تتهور وممكن يصير قلق عليك أثناء القيادة أو النقاشات من العصبية حاول تمسك أعصابك اللي عنده امتحانات أو عنده دراسة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحدود أما بالنسبة للبيت الرابع في بعض المسائل البيتية أو العقارية بتأرقى خلال هذا اليوم وممكن يتسبب لك بعض الإرباك ممكن اهتمام بعقار ما أو صيانة أو ترتبات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور على المستوى العاطفي متقلبي خلال هذا النهار ما بين إيجابي وسلبي على أكثر من درجة فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الحدية في أغلب أوقات النهار وفي أوقات بتكون روتينية وجيدة وما في أي شيء هذا التقلب حاول تسيطر عليه أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العمل وعلى مستوى الصحة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي في نوع من أنواع الحدية والعصبية فعشان هيك ممكن ينتج أي شيء من الشريك يوترك ويعصبك خلال هذا النهار ما تسمح للضغط هذا أنه يسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثامن فأمور الأموال المشتركة شويه لم يخذ اهتمامك خلال هذا النهار في منك ممكن ينشغل في بعض المعاملات البنكية أو الإدارية أو القانونية وفي منك على ديون والتزامات وأشياء من هذا القبيل بتمشي معها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك العاشر حاول أنك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان وحاول ما تنفعل وما تعصب خلال هذا النهار إذا كنت من الأشخاص اللي بيشتغلوا على مستوى المؤسسات الكبيرة حاول ما تتغيب أو تتأخر عن دوامك وما تدخل بجدالات ما بينك وبين زميلك بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فيه نوع من أنواع الضغط والحدية إما لتقصير صديق اتجاهك أو لشعورك بأنه في حد بيتدخل في حياتك فممكن هذا الإشي يوتر يعني يوتر خلال هذا النهار وممكن تقلق على بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد ما فيه أي شيء بخوف تقدر تنجز كل الأعمال الضرورية وتهتم بشؤونك الصحية وممكن تهتم بأمور إلها علاقة باللياقة البدنية أو بالبرنامج الغذائي برج الدلو طبعا اليوم بكله على أمور الأموال المشتركة عشان هيك اليوم ممكن تتفحصوا حساب مالي مشترك حاولوا أنك تخففوا من النفقات يعني صحتك أو صحت قريب لإلك بحاجة للرعاية أهم إشي أنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط برأيك ابحث عن الحلول اللي بترضيك أو بترضي مختلف الأطراف بيكون أفضل لا تهم الملف ولا قضية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور ضاغطة عليك نفسيا شوي مش كتير ولكن أنت برضو من النوع اللي عندك برج هوائي فحساسية الضغط الكواكب دائما بتأثر عليك بشكل مباشر يعني نفسيا اليوم بتكون متقلب فأكون فيه نوع من أنواع التوتر أو العصبية عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور الجيدة على بعض المسائل المالية أو الاهتمامات في بعض الأمور المالية ولكن بدك تدير بالك من المصريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك بتناقش وبتتحرك وباتصالاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط شوي بمسؤوليات إلها علاقة إما بالبيت أو بمسألة عقارية أو بأمور إلها علاقة بأحد أفراد العائلة ممكن يدخل نقاش معين يحتد وممكن التزامات بأعطال أو بعض التصليحات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس يعني عاطفيا شوي الأمور شبه نحكي أحسن من روتيني شوي فعشان يكفي نوع من أنواع التوافق أو التقابل أو الإنسجام ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فعنا شايف فيه ضغط على مستوى العمل بأرقك ممكن أنت ما تقدر تنجز كل الأعمال الضرورية وممكن تهتم بالمهم فقط وبرضو بدك تنتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع يعني الأمور تقريبا على مستوى الشراكي مسيطر على الموضوع الأمور جيدة فيه نوع من أنواع يعني التقارب ما بينك وبين الشريك وممكن يصير فيه بعض التنازلات للتقارب أكثر وأكثر ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة إلى بيتك التاسع جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بدراسة أو امتحانات أو نقاشات أو تحركات وفي منكم رح يهتم بأوراق قانونية أو إلها علاقة بالسفر أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت السمعة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني شوي فيه نوع من أنواع العصبية والحدية ممكن من تصرف صديق أو قلق على صديق أو اهتمام بمسألة بتتعلق بصديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو متقلب خلال النهار بأكثر من صورة فعشان هيك منقولك إنجز الأعمال الضرورية حاول أنك تنتبه لصحتك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وانتبه على أموالك من الضياع أو السرقة برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو في العاطفة أهم شيء بتكون أكثر تفهم لوجهة نظر الطرف الآخر نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي فترة فيها نوع من أنواع الضغط الكبير وممكن الأوضاع شوي تكون فيها صعبة لأن القمر طبعا مباشرة ومقابلك مباشرة فبسحب من طاقتك عشان هيك بالنسبة للبيت الأول فما منقدر نقولك إنه إيجابي ولا بقدر أقولك إنه سلبي هو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعات الظهر ممكن تشعر إنه طاقتك ضعيفة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى الأمور المالية برضو الأمور تقريبا روتينية ولكن ممكن تقلق في بعض المشتريات أو المصاريف أو بعض الأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى النقاشات حاول إنك ما تعصب وما تنفعل خلي الأمور تمشي يعني بنوع من أنواع المرونة صحيح إنه عندك قدرة على الإقناع عندك نشاط عندك راغبة بالاتصالات ولكن برضو بدك تدير بالك من الانفعل أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في نوع من أنواع الضغط اللي بيأرقك ممكن مشكلة ممكن خلاف ممكن قلق على أحد أفراد العائلة ممكن مشتريات تصليحات ترميمات أي شيء من هاي ممكن يسبب لك مشكلة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى البيت العاطفي يعني تقريبا الأمور أحسن شوي ممكن يصير فيه يكون نوع من أنواع التواصل مع الحبيب أو رغبة في التقرب منه أو تنازل عن قرار يعني قررته بالفترة الماضية اليوم تتراجع عنه أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه دير بالك ما تشتت حالك بكثير من الأعمال خلال هذا اليوم لأنه ممكن أنه تتزامن الأعمال أو تتراكم عليك فما تقدر تنجز منها شيء وبدك تهتم لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن يعني إجمالا تقدر تنجز بعض الأمور المالية أو المعاملات المالية أو ممكن تهتم في بعض الأمور اللي إلها علاقة يا بقرد يا بمسألة إلها علاقة بجمعية بسلفة بدين بأشياء من هذا القبيل برضو منقول لك قلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور قانونية أو معاملات أو أمور إلها علاقة بالامتحانات أو المقابلات كلها هاي بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة بتقدر تدافع عن سمعتك بشكل قوي جدا بتقدر تفرض رأيك وبتقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة بالتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف في ضغط موجود فعشان هيك ممكن بعض الأشخاص يوتروك يحاولوا يتدخلوا بحياتك أو يفرضوا حالهم عليك فعشان هيك ممكن تحتد وتعصب من هاي النقطة أو ممكن تقلق على صحة صديق لإلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو متقلب خلال هذا النهار بين إيجابي وسلبي على أكثر من مرحلة حاول قدر الإمكان أنك ما ترهق حالك كثير انجز الأعمال الضرورية رتب أمورك بشكل جيد اهتم بشأنك الصحي وما تدخل بمواجهات ودير بالك من نصابين حد ينصب عليك أو يستغلك أو من سرقة الأمول هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله وارضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء